ولأن السياسة لا تعرف الجمود في المواقف والرؤى حجر يلقى الأربعاء فيما انظل ساكناً لسنوات هذا ما يبدو جلياً خلال اجتماع موسكو الرباعي لوزراء خارجية كل من روسيا، تركيا، سوريا وإيران لقاء أول من نوعه منذ أكثر من 12 عاماً بين وزيري خارجية تركيا وسوريا يضع علاقات البلدين أمام مرمى حجر من مرحلة جديدة قد تضع حداً لفترات توطر ظلت تطبع العلاقات تلك ولعل أولى محطات المرحلة الجديدة معلناه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في افتتاح القمة الربعية حول بلورة خارطة طريق تدفع بعلاقات دمشق وأنقرة نرى مهمتنا ليست فقط في تعزيز التقدم الذي تم إحرازه سياسياً ولكن أيضاً في تحديد الخطوط العامة لمزيد من التقدم إذا لم يكن هناك اعتراض على مثل هذا النهج فقد تكون أفضل نتيجة لتواصلنا وهي الاتفاق على التوجيه الخبراء لإعداد مسودة خارطات طريق للتطبيع بين سوريا والتركيا وفيما يتولى نواب وزراء الخارجية الأربعة متبعة تنفيذ خارطات الطريق بالتنسيق مع وزرات الدفاع والأجهزة الأمدية للدول المعنية بما يعطي زخماً جديداً للعلاقات التركية السورية لم يتوانى المجتمعون عن تأكيد التزامهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب بجميع أشكالها فما يبرز رهان آخر على زيادة المساعدات الدولية لسوريا ودأمين العودة الطوغية للسوريين إلى أرضهم ووطنهم الهدف الأساسي لسوريا هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على أراضيها بكل أشكاله بما فيه القوات التركية من دون التقدم في هذا الموضوع لن نصل إلى أي نتائج حقيقية سوريا مستعدة للنخراط بشكل منفتح انطلاقاً من قناعاتها الدائمة بأن الحوار والنقاش هما السبيل الأفضل للوصول إلى الأهدف المرجوة أكدنا ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب وتوفير البنية التحتية للعودة ودفع العمليات السياسية ووحدة أراضي سوريا ورغم ما عرفته السنوات الماضية من تصدعاً في علاقات أنقرة ودمشق تدفع المعطية المتواطرة بمشهد جديد يجسد أحد فصول التحولات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة برمتها ما يعني تجاوز مختلف العقبات التي كانت تخول دون تحقيق توافقات اليوم ترجمة نانسي قنقر